على مشارف جبل هيلان يواصل أفراد الجيش الوطني تقدمهم في واحدة من أهم الجبهات سخونة لكنها منذ فترة قصيرة تشهد هدوءا حذر بعد أن استعاد الجيش فيها في وقت سابق مواقع وتلالا مهمة تبدو مشقة البقاء هنا في الخطوط الأمامية مضاعفة بالنسبة لهؤلاء المقاتلين لأنهم يواصلون تأمين المواقع التي استعادوها من جهة ومن جهة ثانية يطمحون إلى التقدم لإحراز انتصارات جديدة ونحن مرافقين هنا وها هنا العدو أمامنا والمعنويات عالية جدا والحمد لله وإن شاء الله قريبا ستسمعون الانتصارات العظيمة ويكون هناك إنجاز عظيم للشعب اليمني بأكمله من الطبيعي إذن أن لا يمثل الخوض في القتال في هذه الجبهات مجرد نسهة أو استقطاع أوقات للراحة بل يقضي هؤلاء المقاتلون ساعتهم الطويلة في مهمة الحفاظ على ما أحرزوه كان آخره أربعة تلال جار القتال فيها بين الجيش الوطني وميليشي الحوثي في سلسلة هيلان الاستراتيجية غرب محافظة مأرب تتصل سلسلة هيلان بالعاصمة صنعاء عبر التخوم الشرقية لصنعاء والغربية لمحافظة مأرب حيث بات المطلوب الآن استكمال السيطرة على بقية أجزاء الجبل الممتدة بطول يزيد عن ثلاثين كيلو مترا تقريبا كما سيتسنى للجيش تأمين مأرب بشكل كامل في حال استكمل الجيش تطهير هيلان وعبر الطريق نحو صنعاء من الجهة الشرقية ترجمة نانسي قنقر